سنكشف اليوم عن سبع من أكثر الاكتشافات إثارة للقلق في القارة القطبية الجنوبية، القارة المتجمدة في قاع العالم. القارة القطبية الجنوبية هي أرض التناقضات، حيث تتميز بالظروف الأكثر برودة وجفافاً ورياحاً على هذا الكوكب. إنها أيضاً أرض الأسرار، حيث توجد العديد من الألغاز المخفية تحت الغطاء الجليدي السميك. من الحضارات القديمة إلى القواعد الفضائية، ستصدمك هذه الاكتشافات وتجعلك تتسائل عما يكمن أيضاً في برية القارة القطبية الجنوبية. هيا بنا نبدأ. أهلاً ومرحباً بكم في قناتنا كل يوم معلومة جديدة، حيث نقدم لكم الحقائق والمعلومات الأكثر روعة من جميع أنحاء العالم. مدينة القارة القطبية الجنوبية المفقودة. وفي عام 2016، ادعى فريق من الباحثين من جامعة ماديسون أنهم عثروا على دليل على وجود مدينة مفقودة في القارة القطبية الجنوبية، باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بارد. وحدد الباحثون سلسلة من الهياكل على شكل قبة مرتبت بنمط دائري تشبه تخطيط مدينة قديمة نموذجية. وتقع هذه الهياكل في منطقة تسمى ولكس لاند، وهي مغطاة بطبقة جليدية ضخمة يصل سمكها إلى 4 كيلومترات. وتكهن الباحثون بأن الهياكل يمكن أن تكون بقايا حضارة كانت موجودة قبل العصر الجليدي، وأنها يمكن أن تكون مرتبط بمدينة أتلانتس الأسطورية التي قيل إنها غرقت في المحيط. ومع ذلك، اعترف الباحثون بأن النتائج التي توصلوا إليها لم تكن قاطعة، وأنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات والاستكشاف للتحقق من إدعاءاتهم. شذوذ بحيرة فوستوك بحيرة فوستوك هي بحيرة تحت الجليد، تقع تحت همطة فوستوك، وهي قاعدة أبحاث روسية في شرق القارة القطبية الجنوبية. تعد البحيرة واحدة من أكبر وأعمق البحيرات في العالم، حيث تبلغ مساحتها أي 800-500 كيلومتر مربع، وعمقها 800 متر. تعد البحيرة أيضاً واحدة من أكثر البيئات عزلة ونقاوة على وجه الأرض، حيث ظلت مغلقة تحت الجليد منذ حوالي فما السمسر مليون عام. تعد البحيرة موطناً لنظام بيئي فريد ومتنوع، والذي تكيف مع الظروف القاسية للبحيرة. وفي عام 2006، اكتشف فريق من العلماء شذوذاً غريباً في البحيرة باستخدام بيانات الرادار والأقمار الصناعية. كان الشذوذ عبارة عن جسم كبير وناعم يبلغ طوله حوالي 80 كيلومتر، ويشبه طائرة أو سفينة فضائية. وتكهن العلماء بأن الجسم يمكن أن يكون تكويناً طبيعياً، مثل سلسلة من التلال أو الصدع، أو بنية صناعية، مثل قاعدة سرية أو جسم غامض محطم. واقترح العلماء أيضاً أن القطعة يمكن أن تكون مرتبطة بأسطورة شامبالا، وهي مملكة خفية للسلام والحكمة. يقال إنها موجودة في مكان ما، في جبال الهيمالايا أو القارة القطبية الجنوبية. أهرامات القطب الجنوبي في عام 2017 انتشرت سلسلة من الصور على الإنترنت تظهر ما يبدو أنه ثلاثة أهرامات تخرج من الثلج والجليد في القارة القطبية الجنوبية. تم اتقاط الصور من برنامج جوجل أيرث، وظهرت الأهرامات في مواقع وزوايا مختلفة. وكانت الأهرامات متشابهة في الشكل والحجم مع الأهرامات المصرية القديمة، وأثارت الهلثير من التكاحنات والجدل. وزعم البعض أن الأهرامات دليل على حضارة قديمة عاشت في القارة القطبية الجنوبية قبل أن يغطيها الجليد. حتى أن بعض الناس ربطوا الأهرامات بمدينة أتلانتس المفقودة أو بأصل فضائي. ومع ذلك، فقد رفض أشخاص آخرون الأهرامات باعتبارها تكوينات طبيعية، مثل الجبال، التي تشكلت عن طريق التآكل والعوامل الجوية. ولا تزال الحقيقة وراء الأهرامات مجهولة، حيث لم يتم إجراء أي حملة أو تحقيق رسمي للتحقق من وجودها وطبيعتها. ثقب الأوزون في القطب الجنوبي ثقب الأوزون في القطب الجنوبي هو ظاهرة تحدث كل عام بين سبتمبر ونوفمبر فوق منطقة القطب الجنوبي. ثقب الأوزون هو ترقق في طبقة الأوزون، وهي طبقاً واقية من الغاز تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس. يحدث ثقب الأوزون بسبب إطلاق بعض المركبات والمواد المستنفذة للأوزون، والتي تستخدم في الثلاجات وغيرها من المنتجات. تتفاعل مركبات الكربون مع جزيئات الأوزون وتحللها إلى أكسجين. تم اكتشاف ثقب الأوزون لأول مرة في عام 1985 من قبل فريق من العلماء البريطانيين، ومنذ ذلك الحين ازداد حجمه وشدته. ويشكل ثقب الأوزون تهديداً خطيراً للبيئة وصحة الإنسان، لأنه يسمح بوصول المزيد من الأشعة فوق البنفسجية إلى سطح الأرض، مما قد يسبب سرطان الجلد وتلف العين وفشل المحاصيل. أسماك الجليد في القطب الجنوبي هي مجموعة من الأسماك التي تعيش في المياه الباردة والمظلمة للمحيط الجنوبي حول القارة القطبية الجنوبية. تتميز الأسماك الجليدية بقدرتها على البقاء على قيد الحياء في مثل هذه الظروف القاسية وبتكيفها الفريد. لا تحتوي الأسماك الجليدية على خلايا دم حمراء ولا على الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في الدم. وبدلاً من ذلك، لديهم دم واضح وعديم اللون، ويعتمد على الأكسجين المذابي في الدوران عبر أجسامهم. كما أن الأسماك الجليدية لا تحتوي على حراشيف ولا عظام، بل تحتوي فقط على غضاريف. تحتوي الأسماك الجليدية على بروتينات مضادة للتجمد تمنع دمها وأنسجتها من التجمد. والأسماك الجليدية هي الفقاريات الوحيدة التي تتمتع بهذه الخصائص، وقد حيرت العلماء لعقود من الزمن. بركان جبل إريبوس جبل إريبوس هو بركان نشط يقع في جزيرة روس في القارة القطبية الجنوبية، وهو أقصى بركان نشط في جنوب الأرض، وثاني أعلى بركان في القارة القطبية الجنوبية بعد جبل سيدلي. وهو أيضاً أحد البركان القليلة التي تحتوي على بحيرة من الحمم البركانية المستمرة، وهي عباراً عن مجموعة من الحمم المنصهرة التي تغلي وتنفجر باستمرار. تم اكتشاف البركان لأول مرة من قبل المستكشف البريطاني جيمس كلارك روس، ويشكل البركان مصدر اهتمام علمي، إذ يوفر فرصة نادرة لدراسة التفاعل بين الجليد والنار، وتطور الحياة في البيئات القاسية. يعد البركان أيضاً مصدراً للخطر، حيث يشكل تهديداً لمحطات الأبحاث ورحلات الطيران القريبة، وكان موقعاً للعديد من الحوادث والكوارث، مثل تحطم طائرة طيران نيوزيلاندا رحلة تسان نوات، والذي أودى بحياة مابيمك خمسم سبن شخصة. النيازك القطبية الجنوبية النيازك القطبية الجنوبية هي مجموعة من النيازك التي تم العثور عليها في القارة القطبية الجنوبية منذ الستينيات. والنيازك عبارة عن شضايا من الصخور والمعادن التي سقطت من الفضاء. تعتبر النيازك ذات قيمة البحث العلمي لأنها توفر أدلة حول أصل وتاريخ النظام الشمسي وإمكانية الحياة خارج الأرض، وتشمل النيازك عينات من القمر والمريخ والكويكبات، وبعضها نادر جداً وقديم يعود تاريخه إلى تكوين الكواكب. هذا ما كان لدينا لنقدمه لكم في هذا الفيديو عن اكتشافات مقلقة في القارة القطبية الجنوبية، ونأمل أن تكونوا قد استفددتم من المعلومات التي قدمناها لكم. إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.